مبنى الكونغرس الأمريكي وحديقة الناشنال مول إلى هذه النقطة من العاصمة الأمريكية تتجه الأنظار اليوم على أنغام موسيقى هادئة ينهي هؤلاء التحضيرات الأخيرة لمراسم القسم الرئاسي هم الآن يمثلون الدور الذي من المفترض أن يؤديه بعد ساعات معدودة الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيا قبل ذلك تبدو شوارع العاصمة الأمريكية هادئة نسبيا وإن كانت مظاهر الاحتفال المرتقب بادية هنا وهناك بين الشعارات والاستنفار الأمني وموجة الحماس السائدة في نفوس الأمريكيين وزوار واشنطن أتمنى مستقبلا أفضل لأمريكا إننا بلد عظيم وشعب قوي وأباما قادر على إظهار ذلك كله وفي وسط هذا التفاؤل والحماس من الأنصار لا تخلو ساحات واشنطن الاحتفالية من أصوات المنافسين أنصار الحزب الجمهوري متواجدون أيضا وفي حناجرهم شعارات أخرى غير راضية ولكن شعارات لن تغير شيئا بعد اليوم على الأقل للسنوات الأربع المقبلة دستوريا انتهى الرئيس أوباما من مراسم تنصيبه بأداء القسم بالأمس في موعده الدستوري المحدد في العشرين من الشهر الجاري وقسم الكونغرس سيكون قسما رمزيا أمام الجمهور من اللحظات التي سيسجلها قسم أوباما الرئاسي الثاني أن أوباما لم يخطئ ولم يضطر للإعادة كما حصل معه في قسمه الأول كبير القضاة جون روبرتز حريصة على تكرار كلمات القسم بهدوء ووضوح المراسم استغرقت دقيقة لا أكثر من الكلمات التي قالها أوباما فور انتهائه من القسم أشكرك قالها لزوجته ولقد فعلتها عبارة قالها لابنته الصغرى وبهذه الكلمات وبهذه الصور التي جمعته لاحقا مع نائبه جو بايدن تكون واشنطن قد بدأت عمليا بخط صفحة جديدة في تاريخها صفحة رئيسها الرابع والأربعين